بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد أحييكم بتحية الإسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في جلستنا لهذا اليوم في مجال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه سعيد بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر بإذن الله سيكون عنوان جلستنا لهذا اليوم أسباب اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه سنتحدث عن الجانب العصبي أو من جهة علم يعني من جهة علم الأعصاب بإذن الله سنفصل فيه تفصيلا عن أسباب الإصابة في التعريف كذلك نحن دائما نذكر أن الإصابة هي اضطراب عصبي لماذا نذكر أن الاضطراب عصبي من خلال شرحنا من خلال تعريفنا لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه إذن مئات من الدراسات البحثية التي تستخدم مجموعة متنوعة من الطرق لقياس بنية الدماغ والأداء الوظيفي والنمو والترابط الشبكات تدعم الاستنتاج القائل بأن اضطراب فرط الحركة وضعف الانتباه هو اضطراب ناتج عن الأعصاب إلى حد كبير حيث تم ربط ما لا يقل عن خمس أو ست مناطق في الدماغ بالاضطراب بقشرة الفص الجبهي والقشرة الحزامية الأمامية وبمنتصف فصوص الفص الجبهي والمخيخ إذن هنا نتحدث ونؤكد عن ما هو السبب الذي يدعونا في تعريف اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه من المسميات الأخرى تحدثنا عن اضطراب فرط الحركة كذلك وضعف الانتباه يرمز إليها أحيانا بإفتاء في التعريف يريد دائما أن الاضطراب عصبي ما هو السبب الذي يدعونا إلى أن نقوم بربطه بالأعصاب وأنه اضطراب نمو عصبي هو دائما يحدث ربط من أسباب الإصابة بهذا المرض مشاكل في الفص الجبهي للدماغ تؤدي إلى مشاكل اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لها علاقة في فرط الحركة وتشتت الانتباه نحن كمعلمين وأولياء أمور مهم لدينا الإلمام والمعرفة بهذه الأشياء لا الدخول فيها نحن مسؤولين عن الجانب التربوي والجانب السلوكي لكن يجب علينا الإلمام بأسباب هذا الاضطراب وأسباب الإصابة بطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لتكون لدينا الصورة واضحة وكاملة عن الحالات التي نتعامل معها سواء كان الأبناء أو المعلمين العاملين في الميدان إذن الأسباب ترجع إلى مشاكل دائما في القشرة الأمامية في الفص في الدماغ تسبب مشاكل عصبية إفرازات الدماغ تحدثنا في جلسات سابقة عن مشاكل في إفراز الدوبامين تسبب مشاكل بين الترابط بين خلايا المخص تسبب مشاكل هذه العصاب يكون فيها مشاكل تؤدي إلى اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ومما يثير الاهتمام أن الدلائل تشير إلى أن الجانب الأيمن من الدماغ في بعض أو معظم هذه المناطق قد يكون أكثر انخراطا في تكوين اضطراب فرط الحركة وضعف الانتباه من الجانب الأيسر لكن يبدو أن جانبي هذه المناطق متورطين في الاضطراب بشكل عام طبعا الذي يظهر لدينا فيه أو المشاكل التي تظهر لدينا وسنقوم بتفصيلها لاحقا بإذن الله أن أحيانا حجم هذه المناطق أصغر مما هي لدى الأطفال الآخرين والأطفال والمراهقين الذين لديهم اضطراب فرط حركة وتشتت الانتباه ربما أحيانا مع تقدم العمر تكون حجم الدماغ عند التقدم في العمر نفس الحالة الأشخاص الطبيعيين والعاديين ولكن تستمر المشاكل بسبب المشاكل في إفرازات الدماغ عامة تكون أدمغة الأطفال والمراهقين الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة وضعف الانتباه أصغر بنحو ثلاثة أو إلى عشر بالمئة على مستوى العالم في المادة الرمادية المادة الموجودة على الطبق الخارجي من الدماغ لكن يبدو أن مناطق الدماغ الخمس الواردة سابقا كانت أصغر بحوالي خمسة عشر إلى ثلاثين بالمئة من المعتاد بالنسبة لكل سن إذن الدماغ بشكل عام يكون أصغر من الأطفال الآخرين ولكن في الأخير سيصل إلى نفس الحجم مع التقدم في العمر ولكن الذي لوحظ بشكل واضح وبشكل أكبر المناطق الخمسة والستة التي تحدثنا عنها في الشريحة السابقة الفص الجبهي المخيخ هي التي فيها اختلاف واضح في حجم الدماغ بين هؤلاء الأطفال إذن يمكنك الآن فهم سبب تصنيف اضطراب فرط الحركة وضعف الانتباه تحت خانة الأسباب الوراثية والعصبية الجينات المشاركة في التسبب في اضطراب فرط الحركة وضعف الانتباه هي جينات تبني وتدير مناطق وشبكات معينة في الدماغ أثناء النمو وإصدارات الجينات المشاركة في اضطراب فرط الحركة وضعف الانتباه التي تختلف عند مقارنتها بالأشخاص العاديين تؤدي إلى اختلافات وحتى لأوجه قصور في هذه الهياكل وأدائها تحدثنا للربط يبدو لي الكلام هنا معقدة قليلا في هذه الشريحة لكن الربط الذي سيكون لدينا في جلسات سابقة تحدثنا عن علم الوراثة وهو الذي يشكل النسبة الأكبر من إصابة الأطفاء ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه تقريب 92% من الحالات يكون السبب وراثيا السبب ربما أحيانا مع ربطه مع علم الأعصاب الذي لدينا في هذه الجلسة هي الجينات التي تقوم أو تتحكم في بناء الفصل الجبهي التي في الدماغ التي تتحكم أو ترتبط بإضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه تكون صادرة من هذه الجينات تسبب مشاكل في الدماغ في الفصل الجبهي في قشرة الدماغ مما يؤدي إلى إضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه هذا يبين لنا بشكل أكبر وبشكل أوضح السبب التسبب دائما بناء الفصل الجبهي في العادة في النمو وعصبي وكذلك دائما نرجع إلى الوراثة أن غالبية الإصابة بهذا المرض تكون وراثية ليست بأسباب بيئية ليست بسبب سوء التربية الاجتماعية ليست بسبب تربية الوالدين والعديد من الأسباب الأخرى التي ربما أحيانا قد يكون لها علاقة قد تكون لها سبب في الإصابة في إضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لكن في الأغلب والأعم أنها ليست لها علاقة ربما هي لها سبب في مضاعفة احتمالات الإصابة بالإضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه مثل لو تحدثنا عن الدخان الإصابات الثناء الحمل ولكن الأساس وغالبية الحالات التي لديها إضطراب فرط حركة وتشتت الانتباه هي بأسباب الوراثية تحدث مشاكل عصبية الجينات المسؤولة تحدث مشاكل عصبية في الدماغ تسبب هذا الإضطراب يعتبر اضطراب فرط الحركة وضعف الانتباه اضطرابا عصبيا في كثير من الحالات لكنه يمكن أن ينشأ أيضا من مصادر أخرى يمكن أن تتداخل معظم هذه الحالات أو العوامل مع نمو المخ وعمله خاصة في مناطق الدماغ المرتبطة باضطراب فرط الحركة وضعف الانتباه إذن نشوء هذا الإضطراب كذلك أحيانا من مصادر أخرى هذه المصادر غير علم الوراثة وليس بسبب الجينات لكن لها علاقة في الأخير في إصابة الدماغ أن تحدث مشاكل في الدماغ هذه العوامل سواء بيئية تحدث مشاكل في الدماغ في الأخير تتجه إلى إضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه إذن هذا الذي يجعلنا نقول ونؤكد مرة أخرى ونكرر هذه المعلومة لأهميتها سبب ربطنا بأن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه هو مشكلة عصبية مشكلة عصبية تحدث في الدماغ وتسبب هذه المشاكل فحتى لو كان لدينا مشاكل أخرى سواء بيئية أو غيرها السبب بذلك أن لديها مشاكل تتعلق بإصابة الدماغ وخصوصا الجهة الأمامية من الدماغ والفص الجبهي على سبيل المثال من المعروف الآن أنه عندما تدخن الأمة تبغث ناء فترة الحمل فإنها تزيد من خطر إصابة الجنين بإضطراب فرط الحركة وضعف الانتباه من مرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بالمخاطر المعتادة هذا الخطر المتزايد من المحتمل أن يكون نتيجة للتأثير السام لهذه المواد على نمو الدماغ مضاعفات الحمل الأخرى قد تفعل هذا الأمر أيضا نفسه وتغير نمو الدماغ بشكل غير طبيعي إذن لو تحدثنا مرة أخرى هنا على سبيل المثال إذا كان لدينا لدى الأم مثلا التدخين فإن التدخين من الأسباب التي ربما قد تضاعف الأسباب الجينية الموجودة أساسا لدى هذا الطفل للإصابة بالطراب فرط الحركة فإن تضاعف نسبة أو معدل نسبة الإصابة بالطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه من مرتين إلى ثلاث مرات إذن دائما كما ذكرنا قبل قليل هذه العوامل البيئية ربما تضاعف نسبة الإصابة بالطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه إذا كان من الأساس هناك استعداد أو نسبة من الاحتمالية بإصابة اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية جلستنا لهذا اليوم أمل أن أكون وفقت في الربط بين ربط أسباب اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بين أن دائما نرجعها إلى الوراثة وكذلك عند التعريف نقول أنه اضطراب عصبي أن نوفق بين ما هي الأسباب الوراثية والعصبية وأن هذه التعريفين متداخلين مع بعضها أو هذه السببين متداخلة مع بعضها البعض سواء من علم العصاب أو سواء من علم الوراثة بإذن الله في الجلسات القادمة سنتحدث عن بعض الأسباب التي تتدخل في الإصابة بالاضطراب في فرط الحركة وتشتت الانتباه ولكنها في الأعام والأغلب أقل من نسبة احتمالية الإصابة بسببها من الإصابة بالاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه تكون النسبة فيها أقل النسبة الأعام والأغلب أنها تكون وراثية تقريبا تشير الدراسات إلى 92% من الإصابة بالاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه تكون بأسباب وراثية سعدت إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية جلستنا لهذا اليوم وكرر شكري لكم مرة أخرى سعدت بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر ألقاكم في جلسات قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة